عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعاً مع عدد من مساعد الوزير والقيادات الأمنية تناول الاجتماع مراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعده والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمراجعة المراحل التنفيذية لاستراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية في بداية الاجتماع عرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات والتي انعكست على انخفاض معدلات الجريمة مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعيدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات والأحداث التي تشهدها الساحة العالمية موجها الشكر لمن أوفى العطاء ومؤكدا على ثقاته في توالي الأجيال على حمل رسالة الأمن مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة في حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة 2024 اعتمدت على الدفع بدماء جديدة من القيادات والاستفادة من الخبرات التراقمية والتخصصية لهم وقد وجه وزير الداخلية إلى أهمية مواصلة ترصيخ شعور المواطنين بالأمان من خلال التوظيف الأمسل للإمكانيات المادية والتقنية والإدارة الرشيدة للقدرات البشرية والانتشار الجيد للقوات ونقاط التفتيش والأقوال الأمنية وتحديد نقاط ارتكاز حاكمة لها لضحر المخططات الإجرامية قبل تنفيذها ومواصلة التواجد الفعال للخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية والداخلية لتحقيق الانضباط والحفاظ على أرواح المواطنين وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميداني الفعال والعمل المستمر على تزليل أي معوقات للعمل الأمني ونقل الخبرات المتراكمة والتلقين المستمر للعنصر البشري الأمني والعمل بروح الفريق من خلال تكامل حلقات الآداء الأمني وأكد وزير الداخلية على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز للأداء الشرطي في كافة القطاعات الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية للتيسير على المواطنين وتعظيم الدور المجتمعي للشرطة والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدراتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم